أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الغرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نغيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستغر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال والذين كفروا للذين آمنوا أنضعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستضيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدل مبين وأن اعبدوني هذا صراض مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لآمالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستضيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من البنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذا المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولان إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى ضريق مستقيم بِي بَرَكَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ مَنْ اَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَفُ عَنَّا يَا كَرِيمِ وَعَفُ عَنَّا يَا رَحِيمِ وَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اِلَهَ الْعَالَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Okunan hatmi şerifleri ve okuduğumuz Yasin-i Şerif'i getirilen salat-ü selamları, niyetlerimizi, amellerimizi, Ya Rabbi ibadetlerimizi, tevbelerimizi ve dualarımızı bu zamana kadar yaptığımız ve yapacağımız hayru hasenatlarımızı mübarek günler hürmetine Ya Rabbi dergâh izzetinde kabul eyle Allah'ım Ya Rabbi'ye hasıl olan sevabı evvelen bizzat, hace-i kainat, hülasa-i mevcudat, Resul-i Ekrem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruh-u şerifelerine Ya Rabbi hediye ettiksen vasıl eyle. Hasıl olan ecr ve sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize aleyhissalatu vesselama kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, ehli beytin, din-i mübbini İslam'a hizmetkar olmuş bütün din kardeşlerimizin ruhlarını hediye ettik Ya Rabbi Sen vasıl eyle. Ya İlahi özellikle bu hatmi şerifleri okuyan ve şu anda okuduğumuz Yasin-i Şerif'i dinleyen, dualarımıza amin diyen şu kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bil cümle geçmişlerinin, evladı yallerinin, akrabaytu allukatlarının ruhlarını hediye ettik Allah'ım sen vasıl eyle. Okunan hatmi şerifler ve okuduğumuz Yasin-i Şerif'in, Ya Rabbel Alemin, Gafur ismi Celil'in hürmetine vefat eden yakınlarımızın kabirlerini Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle, kabirlerini pur nur makamlarını cennet eyle Allah'ım, kabir azabından merhametinle muhafaza eyle Allah'ım, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçesi olmasını ihsan eyle Allah'ım, dünyadayken yapmış oldukları isyanlarını, nisyanlarını, günahlarını, hatalarını Allah'ım, kabahatlerini ve taksiratlarını okunan hatmi şerifler ve okunan Yasin-i Şerif'in hürmetine affeyle Allah'ım. Mahşerde Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ve Kur'an'ın şefaatine nail eyleyip cennetinle nimetlendirdiğin salihlerin, muhlislerin ve muhsin kullarının arasına ilhak eyle Allah'ım. Hasıl olan ecir ve sevabı, Allah'ı misilmen unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek ay ve gecelerde bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış olan mümin kardeşlerimizin ruhlarına da hediye ettik, vasıl eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin, bu mübarek geceler ve bu ayda okuduğumuz hatmi şeriflerin hürmetine, hatim sahiplerinin ve burada bizi dinleyen kardeşlerimizin saiyini meşgur eyle, zembini mağfur eyle, amelini makbul eyle, dünya ve ukbasını mağmur eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, hastanelerde bizlerden dua bekleyen mümin kardeşlerimize ve bizi dinleyen kardeşlerimizden hasta olan akraba ve yakınlarına, tüm hastalara, kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, bizleri dünyevi bunalımlardan, uhrevi azap ve gazaptan muhafaza eyle, kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeyle, kalplerimizi gaflet ve dalaletten, fitne ve fücurdan, nefislerimizin şerrinden Allah'ım muhafaza eyle. Ya ilahe'l alemin, kalplerimizi ve kalıplarımızı, hayatımızı ve yaşantımızı, Kur'an ve peygamber ahlakıyla tezyin eyle. Bize Kur'an'ı dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur, cehennem ateşinden koruyan bir perdeyle Allah'ım. Ve özellikle Kur'an'ı okuyup, onunla amel etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel alemin, Hüsrana düşenlerden eyleme Allah'ım. Dalaletle yolunu şaşıranlardan eyleme Allah'ım. Haddi aşanlardan eyleme Allah'ım. Varlıkta, darlıkta seni zikredenlerden, bollukta, yoklukta seni şükredenlerden, dünyayı, ukbayı fikredenlerden eyle Allah'ım. Ölümün dehşetinden, kabrin vahşetinden, sıratın zulmetinden, cehennemin haşyetinden bizleri muhafaza eyle Ya Rab. Fasıkların şerrinden, kafirlerin küfründen, zalimlerin zulmünden, görünür görünmez kaza ve belalardan, akla hayale gelmez kötülüklerden, arzi ve semavi musibet ve felaketlerden muhafaza eyle Ya Rab. Ya ilahe'l alemin, buluğu çağına erdiğimiz günden bu ana gelinceye kadar, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, gizli ya da aşikar bir şekilde, bizlerden meydana çıkmış olan isyanlarımızı, Allah'ım isyanlarımızı, günahlarımızı, hatalarımızı, kabahatlerimizi ve taksiratlarımızı, Gaffar ismi Celil'in ve şu gün, şu gece hürmetini Allah'ım affeyle. اِنَّ الْحَسَنَاتِ devamı ve hesabı olan bu fani dünyada nefes aldığımız sürece, Allah'ım salih amel işlemeyi, dürüst bir mümin ve düzgün bir insan olarak yaşamayı, haramlardan uzak durmayı, haklara riayet etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı, milletimizi, devletimizi, her türlü semavi ve arizi, musibet ve felaketlerden, her türlü kötülüklerden ve şerlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ülkemizdeki huzur ve barışı bozmak isteyenlere, milletimizin arasına fitne ve fesatı sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin, milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek için, cennet vatanımızın değişik yerlerinde bu zamana kadar, vatanı, milleti, devleti, ezanı, bayrağı uğrunda canlarını ve kanlarını feda ederek, makamların en yücesi olan şehitlik makamına erişen bütün aziz şehitlerimize ve vefat eden kahraman gazilerimize bu mübarek gün hürmetini Allah'ım rahmet eyle, makamlarını âli eyle, kabirlerini Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle, tezhin eyle Ya Rabbel Alemin. Dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında inleyen mazlum, mağdur ve muhtaç Müslüman kardeşlerimize rahmetinle Allah'ım, inayetinle, nusretinle muamele eyle, zalimleri ve düşmanları kahru perişan eyle Allah'ım, zulümlerinde helak eyle Allah'ım, dünyadaki zulme uğramış tüm mazlumları muzaffer eyle Allah'ım, Mescid-i Aksa'mızın, Kudüs'ümüzün özgür olduğu günleri görmeyi bize nasip eyle, dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğramış olan kardeşlerimizin, bu zulümlerinin bittiği günleri görmeyi bize nasip eyle, Müslümanların dünya üzerindeki izzetini görebilmeyi ve izzeti elde edebilmek için beraber bir şekilde, kardeşlik anlayışıyla beraber hareket edebilecek günleri görmeyi bize nasip eyle, Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahe'l Alemin, bizlere dünyada selamet, ahirette saadet, İslam'la müşerref olmayanlara hidayet, ölülerimize rahmet, hanelerimize saadet, rızkımıza bereket ihsan eyle, Ya İlahe'l Alemin, evlatlarımızı kendine layıkul, Habibine ümmet eyle, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayır hasenatı kabul eyle, bizleri Peygamberimizin şefaatine nail eyle, bütün umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, ağlayarak geldiğimiz ve hesabı ve devamı olan bu fani dünyadan ayrılırken, Allah, Allah diyerek, çene kapayıp, imanla ayrılmayı bizlere ihsan eyle, son nefesimizi, kelime-i tevhidle, La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah, kelime-i şehadetkide aşk ile bir buyuralım, Eşhedü en La İlahe İllallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü diyerek, çene kapayıp, ruhumuzu imanla teslim etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım, dualarımızı, huzuru Beytullah'ta yapılan dualar zümresine ilhak eyle, hayların fethi, şerlerin defi, günahlarımızın affı, tevbelerimizin ve dualarımızın kabulü, tüm geçmişlerimizin ruhi için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha.